فاكر حتة الارض اللي في بلدكم اللي كانوا بيحكوه لك ان سعرها زمان كان عشرة جنيه واللي سعرها دلوقتي يمكن وصل لملايين طب ايه رأيك اعرض عليك حاجة دلوقتي سعرها ببلاش والله اعلم مع الايام سعرها يكون كام هحكي لك في الحلقة دية عن قصتين قصة عملة قديمة كان سعرها صفر وبقى سعرها الاف الدولارات دلوقتي وقصة عملة جديدة سعرها دلوقتي صفر يلا نبدأ الحلقة على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين ثم اما بعد عاوزك تركز معاية قوي بقى هتوقف الفيديو دوت وهتروح تعمل كوبات شاي وهتيجي هتنزل تحت الفيديو هتلاقي زرار الاشتراك واللايك هتضغط عليهم الاتنين وبعد كده هتطلع فوق تاني تشغل الفيديو وخلينه نبدأ الشرح لو تعرف البيتكوين فهو ده بالضبط اللي انت هتتعلم ازاي تكسبه النهاردة ولو ما تعرفوش فتعالا بقى نتكلم عن القصة الاولى البيتكوين هي العملة الاغلى في وقتنا الحالي في عام 2009 نشرت ورقة بحسية بتتكلم عن عملة البيتكوين بعد ما كانت العملة بالفعل موجودة من 2008 لكن الورقة ديت كانت النهضة الحقيقية للعملة عارف البيتكوين الواحد دلوقتي عامل كان ستلاف وسبعمائة دولار يعني تقريبا مية وخمسة الف جنيه مصري تمام تمام ايوا فين بقى الكلام ده في الديب ويب مش كده لا 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 البيتكوين بدأ من مجموعة ناس ولكنها كانت عملة غير امنة وسعرها غير سابت وغير معترف بيها خالص لحد سنة 2009 بعد الورقة البحسية اللي جات بفكرة البلوكتشين وهي ان يتعمل ملف محفوظ عليه كل شخص انشأ محفظة للبيتكوين واي عملية بيع او شرق او نقل اموال بتتضفط القائيا عن الملف ده والملف ده موجود عند كل الاشخاص اللي ليهم محفظة على البيتكوين وبالتالي العملة ديت بقى عددها معروفة عند كل الناس وكل العمليات اللي بتتم بيها بتسجلة على الملف اللي موجود عند كل الناس قدام كل العالم وده خلى عملة البيتكوين عملة امان جدا ومش هيكون فيها اي نوع من السرقة او الفساد ومن بعد تطبيق فكرة البلوكتشين ديت على عملة البيتكوين ناس كتير انشأت محافظة على عملة البيتكوين رغم عدم الاعتراف بها بشكل رسمي وفضل البيتكوين سعره ويزيد مع زيادة الناس لحد ما وصل لسعره ده 6700 دولار وكمان تم الاعتراف بعملة البيتكوين من حكومات دول كتير منها في الدول العربية الاردن ولبنان وغير طبعا انش فيه شركات كبيرة زي مايكروسوفت وامازون اعترفوا بيها وطبعا عملة البيتكوين ديت عملة الكترونية بيتم تصنيعها او بمعنى اصح تعدنها بشكل الكتروني واسليب هندسية ملناش دعوة بيها الخلاصة بقى عشان خلاص القصة الاولى ان البيتكوين كان صفر قبل 2009 وكانت الناس بتقدر تحصل عليه تقريبا بدون مقابل لحد دلوقتي في 2020 بقى سعره 6700 دولار وبقى صعب جدا منت تحصل عليه القصة التانية بقى وهي المفاجأة معانا ان فيه عملة جديدة وسعرها دلوقتي تقريبا صفر تقدر انت تحصل عليها واللي قايم على العملة ديت هما 3 دكاترة من جامعة ستانفورد في امريكا العملة ديت اسمها باي طيب الفيديو طول قوي كده قلنا بس 3 حاجات عن عملة باي ديت وقلنا بعدها ازاي نكسب من عملة باي وخلاص طيب تمام قوي اول حاجة باي دلوقتي تمانها صفر وفيها اكتر من مليون ونص شخصة حاليا على منصة باي وبتختلف عن البيتكوين في ان انت تقدر تجمع العملة ديت بدون اي خبرة هندسية وكمان من التليفون مش من الكمبيوتر تاني حاجة اول ما هتحمل تطبيق باي هيبدأ ان هو يجمع لك عملات من باي طول ما التطبيق على جهازك وانت ما مسحتوش وهشرح بالتفصيل دلوقتي ازاي تخش على البرنامج وازاي تتعامل معه وعن تجربة تطبيق باي وهو بيجمع لك الفلوس ما بيسحبش من البطارية او انت انا قبل تحميل التطبيق وبعد تحميل التطبيق ما حستش باي فرق على التليفون تالت حاجة بقى وقبل ما نبدأ شرح التطبيق ان ده كثرة القائمين عن المشروع دوت اعلنوا ان المرحلة التانية من المشروع بدأت يعني خلاص العملة الرابط تكون عملة حقيقية ولها قيمة ويعترف بيها واول مدام هيحصل مش هتقدر تجمع باي ببلاش تاني فانت دلوقتي الحق ودلوقتي العدد مليون ونص عايزين نوصله العدد دوت فاقرب وقت ممكن لعدد اكبر عشان العملة ديت تبقى حقيقية وان العملة ديت تبدأ ان انت تخصل عليها على فلوس بجد فانت شارك الفيديو دوت مع كل اصدقائك وعلى صفحتك الشخصية عشان نقدر ان احنا نوصل لعدد اكبر فاسرع وقت ممكن انا كده خلصت التلات حاجات نبدأ بقى الشرح العملي مش هاخد مننا دقيقتين ان شاء الله قبل ما نتفرج على الشرح العملي ما تنساش تعمل اشتراك للقناة عشان لو في اي اخبار جديدة عن باي هنبدأ ان احنا نعمل لها فيديوهات هنا على القناة وهتعمل شرل الفيديو عشان نوصل الفيديو دوت الاكبر عدد من الناس عشان نقدر ان احنا نوصل بالمنصة دية اكبر عدد من المستخدمين على اساس ان العملة تتحقق ويعترف فيها ونبدأ ان احنا نستخدمها يلا بينا وعش شرح العملي اول حاجة عشان نحمل تطبيق باي هندخل على جوجل بلاي او على اب ستور وهنكتب هنا كده باي نتورك او باي بس هنلاقي التطبيق دوت ظهر معانا هنعمله على طول تثبيت بعد تحميل التطبيق هندخل على طول على التطبيق كده باي اول ما تفتح التطبيق على طول هتلاقي الوجهة ديت هنا التسجيل بيقولك انت عايز تكمل بالفيسبوك ولا عايز تكمل برقم التليفون لو هتكمل بي الفيسبوك فدوت هيكون افضل لان انت مش هتحتاج تفعل التليفون الخاص بيك لان تفعيل التليفون الخاص بيك بتبعت رسالة دولية تقريبا تمانها اتنين جنيه هنا في مصر بتبعت الرسالة ديت بكود التفعيل فلو الفيسبوك هيكون اوفر عليك لو مش هيستشحن الرصيد ولكن الفيسبوك قد يكون معرض للاختراف فالفون نمبر هيكون اضمن لك ولكن الفيسبوك هيكون اسهل لك طبعا ان انت تفعل الحساب عن طريق التليفون مش شرط دلوقتي ممكن تفعاله في وقت تاني فانا هعمل حاليا continue with facebook طبعا لو انت دخلت بالفون بالفون نمبر هتكتبه وهيخش معك على طوله مش هتطلب منك اي تأكيد التأكيد انت تقدر انت تعمله بنفسك في وقت تاني هنكتب هنا الاسم الاسم عادي الاسم اسمك انت يفضل بالانجليزي سوم يضبك الاسم الاول والاخير او الاسمك انت واسم الوالد هنا بقى اهم حاجة يعني ده الاسم اللي ما ينفعش يكون غيرك عنده نفس الاسم دوت دوت الاسمك في المحفظة ديت هي محفظة الخاصة بيك والاسم اللي انت تختاره هنا هو برضو الاسم اللي انت ممكن تبعته لغيرك عشان تدعوه او للتطبيق دوت فاحنا هنختار هنا بعد كده هتطلب منك ان انت تم للك ديت او انا بيقول لك اختار السيارات هنعمل التحقق تمام اهم صفحة بقى هي الصفحة ديت طبعا احنا وضحنا فكرة ان في ملف واحد بيكون بتجمع عليه كل العمليات اللي بتتمه كل الاشخاص المشتركين في المحفظة عشان يتم تطبيق الملف دوت فما ينفعش حد يخش التطبيق بدون دعوة من شخص ثاني داخل التطبيق فهي ديت فكرة البلوكتشين فانت دلوقتي لازم تستخدم كود دعوة عشان تقدر تخش التطبيق دوت فكود الدعوة الخاص بي والخاص بصديقي هسيبه لكم في الرابط اسفل فيديو في التدوينة هتخشوا عليها هتلاقوا في اسفل التدوينة كود الدعوة الخاص بي وبصديقي هتدخلوا اي واحد فيهم هنا هيخش معاكم على طول فهندخل هناك الدعوة طبعا لو مرضاش ممكن بس التطبيق يكون فيه بعض المشاكل لسه البسيطة فلو مرضاش هتحاول تاني يعني التسجيل وكده الخطوات اللي في رابط ممكن يكون فيها مشاكل فهتحاول مرة بعد مرة هتلاقي يجاب معك على طول طيب هنا هيبدأ هيظهر لك هنا بيقولك ان هنا دوت معدل الربح الخاص بيك هتضغط عليها كده هيبدأ على طول اهو هتضغط على كل اله هنا بيشرح لك التطبيق ده اللي احنا نشرحه دلوقتي تمام هنرجع كده هنا وجهة التطبيق الجزء اللي فوق دوت بيعبر عن عدد او كمية الباي اللي معك الجزء اللي هنا دوت هو دوت اللي بنقدر نحصل منه على الباي يعني المفروض منك كل اربعة وعشرين ساعة تفتح وتضغط هنا الضغطة ليه فكرة الاربعة وعشرين ساعة لازم تفتح التطبيق وتضغط ضغطها عشان التطبيق يتأكد ان انت موجود بالفعل على التطبيق وما مسحتش التطبيق او ان انت ما انت الشغال عليه فلازم كل يوم تخش وتضغط ضغطة هنا طبعا اول ما تخش هنا بيظهر لك المدة اللي بقت على اساس الاربعة وعشرين ساعة يخلصهم وتضغط ضغطة من جديد طبعا اول ما الاربعة وعشرين ساعة ما بيخلصوا وهنا يوصل صفر التجميع الباي زي ما انت شايف هنا الرقم بيزيد فوق هوت تجميع الباي او الرقم اللي بيزيد ده يقف خالص لحد ما انت ما تخش وتضغط الضغطة دي فانت لازم كل اربعة وعشرين ساعة تخش وتضغط ضغطة ده هي دية الوجهة بكل بساطة وما فيش اي حاجة تانية مطلوبة مننا جال كده واي حاجة جديدة هتظهر على التطبيق او هنحتاج ان احنا نشرحها هتنزل ان شاء الله على القناة فما تنساش تشترك في القناة طيب بالنسبة للناس اللي عملت بالتليفون بتاعها هتفتح من على جنبك وهتيجي هنا كده هتلاقي كلمة فون يعني مطلوب منها انها تفعل او تأكد الفون بتاعها طبعا هتيجي هتضغط هنا على هنلاقي هنا مطلوب منك يا اما لو انت في الولايات المتحدة هنا وهتريسيف الكود يعني انت هتستلم كود وهتدخله فخلاص كهتفعل انما لو انت برا امريكا فانت هتعمل انت اللي هتبعط الكود بنفسك فبيهنا كلمة manual instructions هيقولك انت هتبعط الرسالة للرقم اللي فوق دوت كده هتبعط له الكود ده هتبعط الرسالة اللي فيها الكود دوت للرقم دوت هتلاقي على طول اتأكدف معاك هتضغط I have sent the text ديت كده هيتأكدف معاك على طول تمام كده ديت وجهت التطبيق بكل بساطة طبعا التطبيق دلوقتي وصل مليون ونص شخص التطبيق قرب ان هو يعترف به على مستوى الدول او على مستوى الشركات فانت حاول ان انت تجمع باي على قد ما تقدر حاول ان انت تدعو ناس على قد ما تقدر وتشارك الفيديو دوت عشان الناس تيجي على التطبيق وتشترك في المنصة ديت باكبر قدر ممكن وكده طبعا احنا خلصنا الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو دوت وتشاره مع اصدقائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته